مع تجاوز ثورة تشرين عامها الأول واستعداد الثوار لتظاهرات مليونية يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر تواصل الميليشيات في العراق ممارسة هوايتها بتكميم الأفواه والقضاء على حرية التعبير عبر استهداف الناشطين والصحفيين وتعمد هذه الميليشيات إلى إصدار قوائم اغتيال بين الفترة والأخرى وتنفيذها عمليا فضلا عن عمليات الخطف والتغييب وسط استمرار سياسة الإفلات من العقاب كل ذلك وأكثر أدى إلى وضع البلاد في المركز 162 حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 وشهد العراق في السنوات الأخيرة انتكاسة للحريات لاسيما بعد ثورة تشرين حيث سجلت 373 حالات اغتيال طالت صحفيين وشملت جرائم اغتيال وتهديد بالقتل فضلا عن الاختطاف والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية واشتدت حملات تصفية الصحفيين بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد مطلع هذا العام تابع ذلك حملة قمع وخطف لعدد كبير من النشطاء عجزت للحكومة عن معرفة مصيرهم ووضع حد للانتهاكات التي تطال من يخالف أجندة طهران ومع استمرار عمليات القمع لجأ عدد من الصحفيين والمدونين إلى تغيير مواقع سكناهم أو الهجرة إلى خارج العراق أو الامتناء عن النشر وموارسة مهنتهم بينما واصلت الصفحات ووسائل الإعلام التابعة للأحزاب والميليشيات سياسة التحريض العلني والتهجم على كل من يخالفها ويؤكد حقوقيون وعاملون في مجال الحريات أن الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطة بإيران والمتصدين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك الميليشيات المسلحة التي تهدد الدولة وتتلقى في نفس الوقت مرتبات شهرية منها بينما تقف حكومة الكاظم عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية تكفل حرية الرأي والتعبير مع علمها بالمتورطين بعمليات القتل والخطف دون الحاجة إلى لجان تحقيق لكن موقفها المتواري وراء الخطابات والوعود يكشف عن حالة الضياع والفوضى التي يعيشها العراق اليوم ترجمة نانسي قنقر